السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما فيديو جديد ودائما مع الجديد في وصفة سعيد الأطحى المبارك اليوم سنتقسم معكم فكرة جديدة للطياب محبوبة الجميع اللي هي تنجية لحم المراكسية سنضيها معكم بدون فرن و بلا قلوسة وكتجي فيها النكهة للفحم بحالة طيبتها الفاخر مع السر باش يجيكم اللحم دايب كيطب السرعة وكيجي فيها الزبدة مع وصفة أيضا للخبز بدون فرن ولا خميرة كيميائية وبدون درك يجي مسفج وناجح ونجال بوصفة ليها خطيرة طيب في الكوكوت في عشر دقائق وكيبقى صالح لمدة 15 يوم نرافق به أطباق اللحوم في عيد الأضحى ومعي حتى الآخر الفيديو شجعني بلايكاتكم وتعلاقاتكم لك تفرحني بزاف بزاف وأيضا إلا كانت أول مشاهدة لكم القناة فألف ألف مرحبا بكم دغتو زر الشرك فعل الجرس لكي تصبح جديد كل وصفات إن شاء الله فأنا نبدأ بسم الله أولا بالعجين ديال الخبز سنضيف كأسين من الماء الدافئ للقياس ديال كل كأس كيوزن 200 مللتر من السواء الماء يكون غادي شوية سخونية بيش دغي يخمر لنا الخبز نضيف معلقة ممتلئة من خميرة الخبز ونضيف ملعقة كبيرة من السكر سنعبر كأس ديال الدقيق ديال الفينو ونحاول ديما دقيق نغرب له ونغرب له على هاد المكونات اللي دفت من قبل ديما نضيفه مع سكر باش كيبني لدك الأول الخميرة كيبني لنتفاعل ديالهم بالنسبة للناس ما بغوش يدير السكر ممكن تعودوها بملعقة كبيرة من العسل قد نضيف هنا كأس ديال الدقيق الأبيض قد نغرب الكل ونخلط بالخلاط اليداوي قد نخلطوها بهالطريقة هادي حتى نساجم لنا داك الدقيق وما يبقاش متكتل وديما من نكونوا أي وصفة ديال الخبز سوف نضيف فيها دقيق ديال الفينو أو القمح يعني ديال الدقيق الكامل نحاولو ديما نضيفها في الأول حيث هو اللي يحتاج أنه يتدلك غادي نغطي على هاد الخالط هذا تقريبا المدة ديال واحد جوج أقصى حد خمسة دقائق مع الحرارة ديال جوان شما خمسة دقائق راكي يكون تفاعل خليه وغير في مكانه سافي وغادي نبدا هنا هناي كنضيف له دقيق وغادي نبدا نخلط حتى يتقلي الخالط عاد نكمل باليدين ديالي هنا يضفت حتى نصف ملعقة ممتلئة من الملح والملح راكي بقى على حسب الضوء غادي نضمج عفوا هنا غرب الخلاط شو اللي العجينة مني بدت كتقال غادي نكملها بيد ديال أو ممكن تكملوها بشي ملعقة خشبية وطبعا الأخوات اللي بغوا يعجنوا في العجينة فممكن اللي متوفرها لي ممكن يعجن فيها أنا ديما كنضير معكم موصفتها كبليد باش تعرفوا الطريقة يعني أنها أصلا بدون ذلك ما نحتاجش أننا نخدمه أواني بزاف صافي غادي نجمع عليها تشكل هذا من الكوهة موالو غير تكون عجينة اللي هي مرخوفة كتلسق في اليد خدات لي أنا بالضبط كأس ديال دقيق الفينو وثلاثة دل كؤوس ونصف من الدقيق الأبيض يعني واحد تلسة مئة وخمسين جرام ديال دقيق البيض ودقيق الفينو مئة وعشرين جرام غادي ندهنها واحد دهنة بزيت زيتون ونغلف عليها ونخليها تختامر ادعف لها الحجم دياله فهد الوقت هدا غادي ندوزون نحضروا الطنجية باش تشد هي لغا تشد لنا الطيب نديروها دابا هي اللولا باش تنضج لنا المسائل كلها في وقت واحد فاكن نحتاجو هكا الحمد ديال الملج أنا هنا يتقلبا عندي واحد كيلو وربعمائة جرام كيلو ونص ديال اللحم غادي نكيف كن نقول لكم ديما اللحم ديال التنجية كي يبغي الملج او لا ممكن تعودوه حتى باللحم ديال العنقر حتى هو كي يجيبها مزيان كناخد هنا واحد لقبصة ديال الزعفران اللي ممكن تعودوها بالضوية ما من المتوفرش لكم وكنزيد عليها كأسئلة ربع من المغليين غادي نضيف هنا فصوص ديال التوم طبعا توم التنجية كتحتاجة تومة تقلبا واحد لكركوبة ديال التومة النص ديالها غادي نمعسو على هذا الشكل هذا يعني نهارسوهم زيان والنصف الثاني غادي نخليه غادي نوريكم فيما بعد كيفاش غادي نديرلي فكنضاف هنا يا هادوك التومة اللي معست غادي نضاف الملح من كتروش لان المسائل اللي غادي نضافوها كلها فيها الملحة ففبعد الاوقات انا كنستغنحت على الملح القصبر حبوبي لم توفر لكم عفوا ان الكامون حبوبي لم توفر لكم فغادي نديروها كواحد للمعالقة اللي تكون متوسطة ان الكامون حبوب انا ما كانش متوفر لي فضفت معالقة صغيرة ديالكمون اللي هو مطحون ما نكتروش باش ما اعتناش المرورة وكنحتاجو الهناي الحامض مسير عنديرت قريبا واحد انا خليها الربع من حامضة كناخد نصف الاول كنحيد ليه العدام وكنعسره وغادي نوضعو جانبا كنضاف معالقة صغيرة ديال السمن وكنضاف هنا يا النصف الكيميية ديال هاداك المل اللي تلقنا فيه الزعفران وكنتبال هاداك اللحم زيان ممكنها تتبيلها تديروها في الليل هكو تخليوا الحماس يباتو فيها يزيد يشرب ويتنكهم زيان منسبة للحامض مسير فانا استخدمت الحامض مسير المراكشي اللي اصلا هو كي يلاقل يلاقل تنجيه ولكن ممكن تخدموه بالحامض العادي حتى هو نفس الكيميية قد يديروها قد ناخد هنا الغطاء ديال الطاجين ماشي الطاجين الاسفل لغطاء دياله إلا عندكم فيه شي تقب فحاولوا انكم تسدو كيف ما درت أنا فانا درت هنا ديكوردان خديتهم وستديتوا قدرت عليهم هكا الالمينيوم وغركت عليهم زيان باش سديت هدك تقب والطاجين من الافضل ما يكونش هدك المسبوغه باش هكا تجين هذه النكهة ديال الفخارة اللي كان طيبو فيها تنجيه هذي فكرة اللي هي يعني جديدة وسهلة وكتعطي واحد وناجحة وكتعطي واحد النكهة ديال يعني فحالة طيبتوها في القلوشة سفي غادي ناخد هنا هدك اللحم ديالي كنصففها كنزيد على هدك تتبيله وكنزيد حتى داك الحامض مصير هكا في الجوانب وفي الاعلى غادي ناخد واحد طريف ديال الشحمة الغنمي هذي من الاسرار حتى هي كتعطي اللدة ضفوها ديما مع تنجيه ديالكم ضفت هدك التوم لبقالي هكا ساين الكأس ديال زعفران شعرا حيث كي يكون برد كنضيف لي 1 ربع الكمية باش هدك ملت كاس كنضيف كنضيف كأس اللارب من نصف كأس حتى الكأس اللارب ديال زيت زيت ونخرط مع زيت المائدة كنضيف هدك الزعفران شعرا حتى هدك الشعرات هما ضيفوهم كنضيف كل شي في هده الغلاقة ديال الطاجين وغادي ناخدو هنا باش يجينا اللحم في سيء وفي سعكي طيب بنسبة اللحم هكا اللي كتجي فيه طباد الملوحة كناخدوه ربعا ديال التمرات كناخدو غير لدينا اللحم بالبرقوف هكا مع السل فلوحو التمرات هكا بهادك يعني بالتمرات ديالا حتى هي كدت تعسل لنا حنايا بالنسبة لنا في هده الوصفة هده غنديرو غير العدم حيث اللحم ديالنا غجي فيه طباد الملوحة كناخد هنا واحد الطنجرة ديال الدغط كندير فيها الماغليان مايكونش ما بارد باش مهارسش باش مهارسش وكناخدو الغلاقة ديال ديال اللحم ديالنا كنديروها في الواسط ديال هدك ديال هدك ديال هدك ديال هدك ديال هدك ديال الدغط كنحاولو اننا نسدوها ونديرو عليها الغلاقة ونديرو لها الصفارة وغنوريكم الطيب ديالها كيفش يكون يعني غدي نطيبها معاكم من الاول حتى الاخير باش شوفوا كيفش في جميع المراحل ديالها هنيا غدي نوضعها على نار ليتكون متوسطة يعني غادة المهيلة غادة اطفى كيف ماشتو معايا غدي نوضع التنجرة ونسنع لها حتى كتجي في هدك الصفارة منين نحسبها هكا غدي تبدأ كتصفار غدي نحسب لها هنيا وحد المدة ديال خمسة واربعين دقيقة وغدي نحلع لها انا غدي نوريكم خلال المدة ديال الطهي غدي نحلع لها باش شوفوا كيفش خصنا نديرو انتعاملوا معاها وكيفش اللحم في المراحل دياله كاملة كي طيب كنرجع هنيا الخبز اللي كتكون لعجينة دياله خمرات ونقسمها القسمين انا بالنسبة لي قسمت القسمين على حسب الحجم المقلات اللي غدي نطيب فيها كنناخد هنيا الدقيقة ديال الفينو هو اللي غدي نقرس به هاد الخبز هذا ممكن تقرسو بالقبلي كتفضلوه زنجلان زرارة لا حسب انتو ما شنو بغيتو انا درت هنيا دقيقة ديال الفينو ممكن طبعا تعودوها بالبلبولة او لبسميدة ديال بسبوسة كنجيب جوجو مقلات اللي كنكون دهنتهم سواء بالزيت او لدهنتهم هكا بالزبدة كنوضع فيهم هاد الخبزات ونسنو عليهم واحد شوية لشفناهم كي بغيت تمدوا معانا وعاد باش نبدو هكا كنقرسوهم حتي ياخدو لنا الحجم ديال المقلات ديالنا وبالنسبة للقطر ديال هاد المقلات فانا عندي فيه تقريبا وحد 24 سنتيم ما بين 24 و 25 سنتيم في الاسفل دياله كي 24 غادينا نمددهم زيان نغطى عليهم بلاستيك غدائي ونخليهم يختامروا ويدعف لهم الحجم ديالهم للمرة الثانية ما كي ياخدوش وقت ليهو طويل فهاكا في الاختيبار ديالهم غادينا نغلفهم كيف كلكم نوضعهم جانبا وكن نرجع معاكم التنجية هنا داست عليها 20 دقيقة فكن نحل عليها باش نوريكم الحم كيف كي طيب هنا كيف كتشوفوا معايا كنا نبدأ نقلب هادوك اللحيمات هنا رابدك يدخلهم الطياب بما اننا ما نقدرش نحركوها باش ما نكبوش هادا السائيل اللي كي يكون فيها فكنهزوها كغرب المعنقى المرايقة وكنرجعو عليها ونعاود نرجع عليها لغطا ونخليها تكمل طيابة في هذا الوقت هادا غادينا نوجد الشرمولة ديال بنجال فكن نديروا واحد كركوبة ديال تشومة يعني تقريبا واحد صاح تلسي بعد فصوص ديال تشومة وكن نديرهم هكا في هاشوار باش نطحنهم ممكن تمعصوهم غادينا ناخد هنايا فلفل خضرة ممكن تديروا اي لون ديال الفلفل ممكن تديروا اي لون ديال الفلفل نتوفر لكم انا دارش هنية خضرة وحمراء باش هكا تدك الحمراء كتشتين اللون في الشرمولة كنحيدلهم هاداك القلب ديالهم طبعا يكونوا مغسولين من قبل وكنحيدلهم حتى ذيك الزراعة اللي كتكون فيهم واتذيك الخيوط اللي كيكونوا لداخل حيدهم حيث كيعتهم لمرورة غادينا نقسمهم ونوضعهم هنا هكا في هاشوار من بعد غادينا ناخد واحد الفلفل هكا اللي يكون حارة وغادينا نحيدل حتى هي شوية من زراعة ديالها ونقطحها ونزيدها عليهم ممكن الناس اللي لا يبغيوش الحار يديروا غير نصف مهم نعدلو به الضوء اللي كيبغي الحار غاديديرها كمزود ديال حار كامل كناخد واحد الباقاء ديال الباق دونيس حتى هي كنقطعها وكنديرو كل شي ونطحنوه طبعا كيف كتلكم لما متوفرش للهاشوار فممكن انه يقسم ايه معس هادوك اللي تشوما بوحدها يقرد الفلفل رقيقة من الافضل الفلفلات تشتحن باش هكا كتجينا نحصل على فحل المعجون هنا كنرجعوا للدنجال كان يكون عندنا مغسول كنفلحوه وكنخليوه مشد من راس دياله يعني ما نحيدوش لهادك ما نقطعوش حتى للطرف خاصنا نخليو هادوك الراس دياله هو اللي كيبقى شادو لنا غادي نفلحوه كنوضعوه جانبا وكنناخدو ديك الشرمولة ديالنا كنضيفو لها الملح كنضيفو لها معلقة صغيرة اللي تكون ممسوها دي الكمون دي ملكامون ما نكتروش من نوحي تكعت المرورة وكنضيفو واحد معلقة وربع ديالت الحميرة اللي هي فلفلة حمرة غادي نضيف معلقة كبيرة ديال الخلق على هاد المكونات وكنناخد ربع كأس من زيت المائدة كنزيد نكمل عليه بزيت زيتون يعني كنحصل على واحد كأس لارو بزيت زيتون كنضيفو علها تشرمو له هاد كنحرك الكل جيدا ومن بعد كناخدو هادا كتنجال وكننبدو كنتبلوه من داخل دياله يعني من هديك البلاسة ديال القلب غادينا ندير هاكا تسبيله في الوسط دياله كامل وغادينا نغلف عليه من بره ومن الداخل ومن بعد كن نوضعو هاكا في صحن كناخدو قاعد نجالات اللي عندنا كنعمرهم هاكا من الوسط ديالهم ونديرو واحد المعالقة هاكا في القلب ديالهم بش بقى شادة لنا ديك الشرمولة ونصدو عليهم ونوضعوه غادي ناخدو من بعد كوكوت او لطنجرة غادي نديرو فيها واحد الكيمية من هديك السلسة ديالنا يعني ذيك الشرمولة اللي كتكون مقاتلينة وكنوضعو هاكا الحبة البدينجال مهم كلهم يقصونا الاسفل ديالكوكوت من الافضل تكون واسعة وكننضيف عليها هاديك المال يكون قطر لي من مد نجال يعني من الشرمولة وحتى ذيك الشرمولة اللي بقى سنضيفها من الاعلى وغادي نصدو عليهم الكوكوت بعد ما نضيف واحد ورقة ديالراند حتى ينكهوا ونصدو الكوكوت نحسبو عليها من بعد ما تصفر عشرة دقائق غير ما تصفر وانما غير تطلع فيها النبس صافرها كيكون واجد ولكن اللي نأكد علي ان النار خاصة تكون مهيلة من بعد ما كتب لنا هاديك الدنجال كنوضعوه جانبا وكندوزو هنايا الخبز بالنسبة للخبز فكنديرو نار اللي تكونتها هي شمعة نار مهيلة كنوضعو المقلة ديالنا ديال الخبز من بعد ما كيكونوا اختامروا وإلا عندكم غيطة علاقة ديال المقلة ديروه ما عندكمش ديرو غير هاكا السحن غير سحن منيجو بغير تحيدوه باش طلعو الخبز دي مراعي وما يطحش علي باش ما يفشوش منيكت نشفلينا الخبزة من الأعلى ديالها ضروري مرة مرة كنحيدو ذاك السحن باش كنمسحوه من المالك يكون فيه كنعاودو ننقلبوها بها الطريقة اللي وريتكم وندهنو المقلع عاد باش نحطوها انا ديك اللي اولارك انت غادي نسيتها مهم تحمرت مزيان ولكن كيجي طايب وكيجي سهل انتبه 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 انه قاعدم التنجية لها ونتبه هانتبه إلى تنجية انا تقريبا تنجية بل هنا اتباع لحاظها من الضوء من يجينا اتباع وم SKS كنت عملها اجب نانا هنا انا تلبه الطرف سوف نخضعه كابابي ألمينيوم و اشحمة من الأفضل ديما تكون عندكم الشحمد الغنمي أنا ديما تكون عندي فتلاجة كتنفع الشحمد الغنمي كنديروها تنكه لنا وكتجيبنا الراحة وراحة بنينا في هذك اللحم هنسدع ليه وما تنسوش تدير السفارة لنجال دينا من كيطيب كنديروها كاف بوطا ونعمر عليه مازال بزيت زيتون ونخليه كيبقى 15 يوم كيبقى مزيان ما كترى لي حتى حاجة الخبز دينا هو من كيطيب خفيف 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 بزيف وكيجيبنين وساهل في الخدمة دياله بلا تمارا بلا مجود وايضا حتى التنجية فانا بغيت نقلبها معاكم فحال كيف كنديرو القلوشة ولكن هذو كل حيمة يعني طابوا بزيف حتى جفرتوا كعودت هنا قدمتها وجمعتها وكانت مننا الوصفة دياليوم تنال الإعجاب ديالكم ما زال قتلاحة تقرأوا جديدة ان شاء الله لا ما تنسونيش متشجعاتكم وتعليقاتكم ليك تفرحني بزيف بزيف خليت لكم الراحة والى الملتقى مع وصفة جديدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر